هنروح بقى يعني لمنتخب الشباب منتخب الشباب الفترة اللي جاية عنده بطولة مهمة واخر الاستعدادات مع منتخب الشباب وكابتن ربيع السين وكابتن عبدالسطار صبري اللي بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق فريق 2001 ما شاء الله خلال الفترة اللي فاتت بنشوف عدد كبير من لعبي او منتخب 2001 بيشاركوا دلوقتي اساسين مع فرقهم في الدورة الممتاز اكيد خبرات كبيرة بيكتسبوها هؤلاء اللاعبين من الاهل والزمالك والاسماعيلي وكل فرق الدوري كابتن ربيع السين بيضم سناي الاهل والزمالك لمعسكر منتخب مصر الشباب كان انضم عربي بدر واللعب ياسين مرع لعب الزمالك للمنتخب منتخب مصر الشباب منتخب يعني كابتن ربيع السين عامل المعسكر مفتوح وفيه تنصيق كبير ما بينه وما بين الاجهزة الفنية في الدوري الممتاز من يومين آآ لقى فريق الاميرية برضو ده الخبر اللي بعدين لقى فريق الاميرية وكسبوا فيه المباراة الودية آآ بسنائية وهيلاقي وادي وهيلاقي وادي دجلة وديا آآ ممكن بكرة او بعد كابتن ربيع السين انا بقول لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت عنده مشكلة شوية فيه المباراة الودية علشان النهاردة الدوري الممتاز بيتلعب كل تلات ايام آآ القسم التاني والتالت والرابع الناس بتلعب كل تلات اربع تيام فالنهاردة كابتن ربيع عايز مباراة ودية قوية تكون استعداد قوي لبطولة شمال افريقيا بطولة شمال افريقيا هتكون ان شاء الله في شهر 11 بمشاركة مصر وتونس والجزائر والمغرب البطولة هتقوم في تونس من البطولة دي بياخدوا لكاس الامم الافريقية فالنهاردة علشان يستعد استعداد قوي محتاج مباريات والدية قوية لكن زي اقول لحضراتكم الحاجة الايجابية في الموضوع ان معظم لعبي منتخب مصر الشباب بيشاركوا مع عنديتهم بصفة اساسية لو شوفنا في النادي الزمال كتلاقي فيه لعيبة لو شوفنا في النادي الاهلي النهاردة عربي بدر النهاردة شادي ردوان النهاردة آآ يعني فيه لعيبة محمد مغربي كمان في نادي امبي نادي امبي برضو من الاندية اللي بتهتم بكتاع الناشئين وبتصعب عندهم مجموعة كبيرة من اللاعبين منتخب الشباب بتشارك بصفة اساسية وايضا في نادي الاسماعيلي وفادي دجلة فالنهاردة يعني الكابت رابية سين احساسي الشخص ان هو مش الان حتى بغض النظر عن لو ما عملش مباراة ودية قوية لكن هو بيعتمد بصفة كبيرة على اللاعبين اللي بيشاركوا مع عنديتهم في الدوري الممتاز هنروح برضو يعني لسه مستمعين في التغطية مع منتخب الشباب كان الكابت رابية سين سيقول لحضراتكم يعني فيه تنصيك كبير ما بينه وما بين الاندية النهاردة يعني وافق على ضم محمد مغربي محمد مغربي اللي ضمه مسيماني لنادي الاهلي خلال التدريبة الاخيرة كان موجود مع كابت الربيع والنادي الاهلي لما طلبه كابت الربيع وافق على طول مباشرة بالعكس قال تمرينة مع الفريل اول بالنادي الاهلي اكيد تمرينة قوية بيكتسف فيها اللعيب خبرات مع مستوى اعلى وايضا وافق برضو لمحمد سمير يعني محمد سمير يعني استعام به الكابتن ربيع ياسين بدلا من محمد مغرب لسه برضو اخبارنا مستمرة مع متخب الشباب متخب الشباب زي اقول لحضراتكم هنسلط الضوء عليه خلال فترة الجاية بصفة مستمرة يعني هيبا يعني متخب الشباب ليه مساحة كبيرة عندنا عشان بقول لحضراتكم الشهر اللي جاي عنده بطولة مهمة جدا كل الدعم وكل المساندة ميناء مننا هنا للكابتن ربيع وجهازه برضو قياس الدهون لسلاسة شباب الاهلي والزمال قبل التدريب المسائي ده اجراءات طبعا دايما متبعة في منتخب مصر الشباب قياس الحرارة عشان بيتطمنوا على اللعيبة وقياس الدهون عشان الوزن خلال الفترة اللي جاية من الحاجات المهمة طيب هنروح لخبر ايضا مهم من اليوم السابع خبر مهم من اليوم السابع واتحاد الكرة بيسبب يعني بيوضح سبب رفض تأجيل بطولة شمال افريقيا كانت بعض الاتحادات نادت بعض الاتحادات نادت انها تأجل بطولة شمال افريقيا لكن الاتحاد المصري كان مصر على اقامة بطولة شمال افريقيا في موعدها ليه النهاردة دكتور جمال علي المشرف العام على منتخب مصر الشباب موليد الفين وواحد اصار على اقامة بطولة في موعد قال النهاردة اللعيبة في اعلى فورما ليها النهاردة اللعيبة كلها بتشارك معها في في الدوري الممتاز. قضا كمان نهاية الدوري. فالنهاردة مش هيبه في مشكلة مع الاندية. النهاردة ان كابتن ربيع يستعين باللعبين. فالنهاردة مش هيبه في مشكلة مع الاندية. خاصة ان يكون بداية الموسم الجديد. فكابتن ربيع هيكون عنده فترة انه يقدر يستعين باللعبة. خاصة زي بقول لحضراتكم التنسيق الكبير اللي بيتم دلوقتي ما بين المدير الفني كابتن ربيع وما بين الاندية فده هيسهل ان بعد كده للكابتن ربيع من الاخبار الحلوة بقى ايضا مع منتخب الشباب كابتن ربيع ياسين دايما يعني اعتاد هذا الامر ولكن في المحاضرات دايما الفنية اللي بيشرح فيها للعبين بيشرح فيها للعبين الامور الفنية النهاردة مع ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة النهاردة سادس من اكتوبر عمل لفتة طيبة النهاردة مع منتخب مصر الشباب عشان يعلم الشباب الصغير الوطنية حب البلد حب مصر كابتن ربيع ما بيعلمش فنيات بس لا بيعلم سلوكيات ومع قبل الفنيات النهاردة عمل سلوك طيب جدا النهاردة قبل بداية التدريب وقف اللعيبة كلها صف واحد والسلام الوطني لجمهورة مصر العربية واللعيبة وقفت لمدة دقيقة تسمع السلام الوطنية